كلا إذا أردت أن تصل إلى الله جل وعلا فلابد أن تنقطع عن الناس لا تحسب حسابهم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون هكذا قال الله في كتابه المجيد الله فقط الباقي مو مهم حكمتان وتوصيتان لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه جديرتان بأن تكتب بالذهب ويحفظها كل إنسان مؤمن عن ظهر قلب كلتاهما أخرجهما الآمدي في كتابه الشهير غرر الحكم أما الأولى فبرقم ألف سبعمائة وخمسين يقول أمير المؤمنين عليه السلام الوصلة بالله أو الوصلة بالله في الانقطاع عن الناس احفظها خاصة أنت يا من نهضت بمهمة التبليغ والدعوة يا أيها الخطيب يا أيها المحاضر يا أيها الكاتب يا أيها العالم يا طالب العلم يا أيها المصلح الديني والاجتماعي احفظها تريد الله انقطع عن الناس يعني لا تبالي بموقف الناس بردة فعل الناس بما يريده الناس بما يرفضه الناس اهتم بما يريده الله وإن رفضه الناس ارفض ما يرفضه الله عز وجل وإن أراده الناس هنا تنجح بالاختبار قطع قل لا أبالي ما اهتم أنا الوصلة بالله في الانقطاع عن الناس هذه الحكمة الأولى العلوية الثانية برقم سبعة آلاف أربعمائة وتسعة وعشرين ما أعظمها من كلمة حقيقة يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لن تتصل بالخالق حتى تنقطع عن الخلق مستحيل أما تريد تتصل بالخالق وإنت ما زالت عندك علائق وصلات مع الخلق فتحسب جانب هذا والدار هذا وتماشي هذا فتكف عن النطق بالحق كله تنطق بشيء من الحق شيء آخر لا تسكت عنه شوي تعطلت جمده ليش؟ لأنه إذا حشيت بي رح يأذي فلان هو حق بس فلان يتأذى فلان ينزعج أو الجهة الكذائية ما تقبل ما ترضى بعدين تحتي عني تقول أنت صرت من جماعة التشيع اللندني أنت صرت من المتطرفين أنت صرت من العملاء يقطعون علي بعدين الراتب ما يدعوني ما يودوني الحج ما يصدروني في المجالس ما يظهروني ما أدري في المؤتمرات ما يعطوني هذا الاعتبار يسحبون الوكالة مني يسحبون الإجازة مني ما يسلمون علي عدل مو عيب تحسب هذه الأمور هاي التفاهات تحسبها وصلنا إلى أي مرحلة أننا نهاجم وننتقد ممن ممن كنا نحسبهم من أهل الدين والعلة ما هي أنكم أضررتمونا بأي شيء أضررناكم إذاك اليوم لما كنا في المجلس الكذائي كانت أكو هناك الشخصية الكذائية العلمائية كانت سابقاً تسلم علينا بحرارة أما هذه المرة ما سلمت علينا بحرارة واويلة شو اللازم نسوي هساً أمال بوجهه عننا ما سلم علينا ولا قاملنا ليش؟ بسببكم شوفوا شلون خربت علاقاتنا الاجتماعية ما قاموا يسلمون علينا زين الله شنسوي هساً نبشي نلطم ننتحب نعطل كل هذا المنهج حتى حضرت جنابكم يسلمون عليكم عدل يعني وصلنا إلى هالمرحلة ما هذه التفاهة لا حياء من الزهراء عليها السلام تحسبون هالحسابات أمام منهج الثورة للزهراء عليها السلام أجيب اشتركوا في القناة